بازم نتكلم على الاتنين المدرين يا الفنيين جوزي جومز و كولر اكتر حاجة عجباني ان الاتنين كل واحد فيهم بيتكلم بضبط نفس عالي جدا وبيتكلموا باحترام كبير جدا سواء جوزي جومز الاحترام كبير لنادي الاهلي و كولر احترام كبير لنادي الزمالك هيا دي الرياضة هو ده الصح جوزي جومز في تصرحاته اتكلم وقال نسعى لتحقيق فوز السوبر امام النادي الاهلي فاربعة وتسعين و ده كلام مشروع و في نفس الكلام قال النادي الاهلي فريق كبير و اللقاء صعب جدا قال انا عندي تمرس في اللعب علامة اللعب السعودية ولكن هيكون يعني اللقاء مستهل ابدا قال الاهلي عنده ثقافة الفوز و احنا ايضا نمتلك ثقافة مهمة جدا و فوز ايضا و نسعى لتحقيقها و استعادة الفوز عندك مرسل كولر اللي اتكلم في مؤتمر الصحفي و قال الفوز بالسوبر الافريقي يعني لنا الكثير و قال في دوافع كبيرة جدا هتأثر معانا و الفوز ده هيدهلنا قال اتمنى عودة عليه معلول سريعا و هيحى يعطيه الله قدم مستويات مميزة قال ان هو بيشكر جدا خط دفاع النادي الاهلي و بيشكر محمد الشناوي على عدم استقبال اهداف في اللقاءات الماضية قال يتمنى ان اللقاء يليء بجماهير الكورة المصرية والنادي الاهلي و قال لم احدد بعد تشكيل مباراة و سيتم ذلك عقب التدريب اليوم و حتى الشناوي لما اتكلم عن اللقاء اشاد ان هو اللقاء مهم جدا بين الفرقتين كل اللعيبة تصرحتها فيها انضباط محترم جدا اللقاء مهم و كبير و كل فريق عنده حظوظ كبيرة جدا و لكن في النهاية لقاءات الكبار هي لا منطق دائما لقاءات الكبار بيكون لا منطقية ممكن تلاقي فريق جاهز و ينزل اللقاء بفيه تعصر ممكن فريق مش جاهز و ينزل اللقاء تلاقيه بشكل مختلف تماما هو اللقاء دائما كل ما قبله بينتهي و يتوقف مع بداية صفارة الحكم و اللي عنده دوافع اعلى اللي هيقاتل بشكل افضل في النهاية هيكون اقدر بالفوز بالسوبر الافريقي عايزين نبارك بفريق اللي يفوز و الفريق الخسران هنقول له هاردلك و هي دي حال الرياضة و للأسف ده اللقاء كي بطل واحد